بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرة ونذيرة يلي تشكل على الراف اسمع مني هالخطاب اسمع مني هالخطاب يلي تشكل على الراف اسمع مني هالخطاب وسيلة لإنقاذ الشباب الوضع كلنأسباب لا تشكل من أول كلمة هاك اسمع الآخر كلمة غايت لهداية الأمة من فتن آخر زمان زمن فيه الحق مهال زاد الجهل والأحيان بين كفر وطغيان بين كفر وطغيان لا يغرك الشيطان لا يغرك الشيطان يخفيك فتصبح خسران قد يرقل الشباب ما عديم يفضح كل الأسباب ما عديم لا تشكل من حب الكلمة شو تحطروا شل النقمة ها تسمح الأخر الكلمة منتاوعت الأمم بحق يلي تشكل على الراب أسمع مني هالخطاب يلي تشكل على الراب يلي تشكل على الراب يلي تشكل على الراب أسمع مني هالخطاب فيه إنقاذ الأجال شاهد في نفسك هذا الحال إلى ماذا وصم الأشبال تدخين وخبور وفساد فتن وانحواف وإلحاد تركوا الدين والإسلام تركوا الدين والإسلام وإنقاذوا لأهل الظلام لا حلال لا حرام من شهد الجال والظلام فيه إنقاذ الأجال شاهد في نفسك هذا الحال إلى ماذا وصم الأشبال تدخين وخبور وفساد فتن وانحواف وإلحاد تركوا الدين والإسلام وإنقاذوا لأهل الظلام لا حلال لا حرام من شهد الجال والظلام العلم نور نوجه له ظلام يلي تشكل على الراب أسمع مني هالخطاب 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 يا شعب العالم هذا كلامي فيه مهنة للأحرار مصد للعالم قضية فيها تصليح المسار المارقة التكبيرية قاموا بدأ تنيس الأفكار بس الأعلم كشف ماخرة في السدار كشف أصحاب الظلالة دول أختار الدجال بالصد للعلم بالصد للعلم بالهل الباطل وطفح عن دين الأخطار للعالم هذا كلامي مهدي فيه مهنة للأحرار مهدي بس دعا لهم قضية فيها تصليح المسار المارقة التكبيرية قاموا بدأ تنيس الأفكار مهدي بس الأعلم كشف ماخرة في السدار مهدي كشف أصحاب الظلالة دول أختار من الزجال صد الأعلم بالباطل دفح عن دين الأخطار مهدي بس دول أخطاب ها دفع اديلي الاخطاب ياللي تشكل على الرب اسمع مني هالخطاب ياللي تشكل على الرب اسمع مني هالخطاب